تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجية عبر تقوية علاقات التعاون والتضامن بين منظمات المجتمع المدنية أهداف قوية دخلت في أشغال المنتدى المغربية الخليجية الأول للحكومات ومنظمات المجتمع المدنية حول موضوع التطوع رافعة لتمكين المرأة والذي تنظمه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هناك شراكة قوية مع مجلس التعاون الخليجي واخترنا هذا المحور للتطوع لتمكين المرأة المغربية والمرأة العربية بصفة عامة لأن ما نلاحظه أن هناك واحدة مساهمة كبيرة للنساء في المجال التطوع حينما نلاحظ عدد في الجمعيات تنشف المساهمة للمرأة كبيرة وتواجد كبير للمرأة نحن اخترنا هذا الشعار لتمكين المرأة والتطوع نظرا لدور المرأة في التنمية في المجتمع المغربية والعربية وكذلك لأنه اليوم أصبح التطوع واحد الفرصة تروى لمادية تتمين المجهودات التنموية في البلدان المنتدى المغربية الخليجية الأول للحكومات ومنظمات المجتمع المدنية الذي ينظم على مدى يومين يطمح إلى تكريس العمل التطوعي كرافعة لنهوض بوضعية النساء وتعزيز مكانتهن داخل المجتمع ومحاربة الصور النمطية والتمييز ضد النساء ترجمة نانسي قنقر